السلام عليكم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلين أمين وإذ استسقى موسى لقومه فكلنا اطرب بعصاك الحجر فانفجرت من أثنة أشرة عينا ولعلم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من روط الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها ولعدس تبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميفاقكم ورفعنا فوقكم اكتوا ورخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرية خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموحظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقه لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابأ علينا وإنا إن شاء الله لمبتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اقربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قسل قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء إن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم